بعد قرار الكاف أن ثلاث فرق من دور الأبطال هما اللي يشاركوا أول وثاني وثالث خرجت بجات زمالكوية وخرج كمان طفال أمهوز زمالكوية ولعبين حتى في الزمالك يتحدثوا عن فكرة المؤامرة امسك الكاف كان بجامل النادي الآلي واتلعب القضية المؤامرة في نادي القرن انتوا ازاي استبعدتوا بضل الكنفدرولية من المشاركة في كاس العام الاندية وكنتوا في ألفين بتتساوي بين أبطال الدوري وأبطال الكؤوس ايه هنا نقطة وايه هنا نقطة هو بعيدا عن فكرة المعيار اللي تم اتخاذ عليه أول وثاني وثالث حضركم الكنفدرولية دي لسه واخدنا انتوا آخر بطل الكنفدرولية الفرحة العرمة بالكنفدرولية دي ما بيصعبش عليكم فكرة ان الكاف استبعيدها خالص من نادي شارك كاس عام الاندية دا تالت دور الأبطال أهم من بطل الكنفدرولية دا انت بتقلل من نفسك مش بتقلل من شاءنا حد جديد يعني احنا بنسجل بس اعتراضنا هنا الأول انا يعني ممكن فارس كل وجهة نظر تانية لكن انا وجهة نظري ماينفعش بطولة زي الكنفدرولية حامل اللقب فيها مايتمش ضمه للمسابقة على حساب لتالت دور الأبطال افصح عن وجهة نظري بس برضو للناس انا عندي وجهة نظر ان تالت دور الأبطال أقوى من الكنفدرولية نتفرج على الاندية اللي وصلت للمربع الزهبي في دور الأبطال بتتكلم في فرق قوية جدا والوداد والترجي والأهلي ومازينبي بتتكلم ونشوف الكنفدرولية لا الكنفدرولية في رأيي بطولة اقل جدا جدا من دور الأبطال حاليا للمعايير الموجودة دلوقتي عشان حننقلكو للمعايير الموجودة زمان اللي انت بتيجي تقيس في 2019 تسقطها على 1994 وتطلع بيها استنتاجات مش موجودة في اي مكان غير في عقلك بسهل مختلف معك انا وجهة نظري اول وثاني دور أبطال أفريقيا وبطل الكنفدرولية على سبيل حتى فكرة ان انت تكون كاتحاد أفريقي متصق مع ذاتك انت مدي لبطل دور الأبطال خمس نقط ومدي الوصيف أربع نقط وبطل الكنفدرولية أربع نقط دي تكملنا فهم من حيث النقاط وعاديل دي من حيث النقاط ومن حيث الاتصاب مع ذاتك كانت طبيعي جدا ما ينفعش تشارك التالت اللي هو هياخد تلات نقاط على حساب اللي المفروض انت بنفسك كاتحاد أفريقي بتديله أربع نقاط أعتقد لازم يعيدوا حساباتهم فيها عشان بس نسجل موقف وعلى فكرة كل معيار بشري هو قابل مش بالتشكيك في نوايا الناس قابل للنقض انت ممكن تتقبله ممكن لا لان في النهاية هي وجهة نظر بشري عبا لكن اللي بيحصل معانا في قضية نادي القرن هو مش وجهة نظر مختلفة لا ده تشكيك وتشكيك بحث وبذكر أسماء وعلى أسهم طبعا سكرتير للتحاد مصطفى أمراد فامي ونرجع بقى القضية أربعة هي أربعة وتسعين ولا ستة وتسعين ولا ألفين بس يا أحمد كابتن خالد غندور في مداخلة ليا معاه يعني شهيرة قال لي وصل لمرحلة قال ان القضية قتلت بحث من كتر الضغط لا على فكرة احنا اللي مش هنقتلها بحث واحنا اللي هنفضل نفتحها لان احنا عندنا ما نزهو بيه في الحديث عن نادي القرن احنا ما عندناش حاجة نخبيها وكأننا نزعل ان انت بتهجمنا لا احنا عايزين نكتاجم وعايزين نرد وعايزين نوسق للقب ده لانه هو فارق معنا كتير جدا على فكرة ومهما اتكلمنا صح بمناسبة الورق اللي كان بيتجمع واحنا طالعين على مقر الكاب وورق وخلال لسه ما وصلوش يعني ما وصلوش لأ تفضل كنت بتقول لي الناسب حاجة كنت عايز اقولك ان احنا نمتلك الحجة اه طبعا اه طبعا وعشان كده انا بقول هي لم تقتل بحث ده انت لو وصلت المرحلة انك تقول لي قتلت بحثا لا انا اللي هقولك لا انا عايز اتكلم فيه كل زمالكاوي خرج اتكلم في قضية نادي القرن كان دايما يجهل معلومات موسقة اللي يجهل توقيت اعلان المعايير نادي القرن اللي قال ان منتخب القرن اخذ بالبطلات ولم يأخذ بالنقاط 94 ما كان انش حقيقه وقتها اه وان الامر كان ديل بين صفرات فان وعيز حياته الافرق اسياوي لا اللي تلعى كمان وحاول يلقي رصاصة الرحمة على قضية نادي القرن دربت رصاصة الرحمة في سدره قال ان جارت الاهرام دي مش صحيحة ان الاهلي كانت 19 نقطة وخذت بطلتين وبطولة صوبر يبقى 27 نقطة ازاي وصلنا ل37 كلام كتير تعالوا نوضح فكرة التشكيك هنبدأ مش هنستعرض ونسبة ان الواقع حصلت في 94 وانت بقى لو مختلف عن ميار ده شأنك لكن تشكيك صعب هنبدأ الاول ب94 وقت ما تم الاعلان عن المعايير الخاصة باختيار النقاط مش هنا نادي القرن ما كانش يا جماعة بتقال دي معايير نادي القرن كان بيتكلم المعامل الخاصة بتصنيف الاندية داخل افريقيا كان النادي الاهلي الاول فيه عنده عدد بطولات 7 وعنده 34 نقطة نادي كوتوكو التاني عنده بطولتين وعنده 32 نقطة عنده بطولتين وعنده 32 نقطة كانون يا ويندي 4 بطولات 27 نقطة مازنبي 3 بطولات 20 نقطة كونكري 4 بطولات 19 نقطة والزمالك 4 بطولات 19 نقطة اولا بما لا يدع مجالا للشك ان في كل الاحوال والطرق تجيبها يمين تجيبها شمال من كل الزوايا النادي الاهلي لم يكن في حاجة في وقت الاعلان سنة 94 عن اي آلية للتصنيف تخدم مصلحته في كل الاحوال انا الاعلى بطولات لو كان بعد كده احنا بنتكلم في وقتها سبع بطولات انا في كل الاحوال انا الاعلى نقاط نتيجة التصنيف ده ونتيجة النقاط الطريقة اللي اتحسبت بيها النقاط التراقمية انا الاول ب7 بطولات و34 نقطة امتى الاهلي كان متضرر النادي الزمالك هنا كان السادس السادس ب19 نقطة وعند 4 بطولات النادي الاهلي كان وارد جدا يبقى متضرر لو هو عنده اعتراض كان الاحق بالاعتراض في كل الاندية الموجودة وقتها هو النادي الاهلي لان بنتكلم في كتوكو عنده بطولتين وعنده 32 نقطة يعني فارق نقطتين بس عن النادي الاهلي وبعي 6 ستين على نادي القار ولكن النادي الاهلي ارتضى تماما بالمعايير يعني الزمالك هنا برا الحزب خاص السادس لهو التاني من حزب البطولات هو كده كده فيه كانوا نيويند سابقوا نقط يعني عدوا في البطولات بس سابقوا في النقط لانه وصل لادوار اكتر او كانت مشاركاته في الادوار جاعت له نقاط اكتر فبالتالي هو اصلا ما كانش الزمالك صاحب اقوى حجة النادي الاهلي اقر بالنقاط اللي تم الاعلان عنها ومشينا عايزين نشوف هنا في وقت الاعلان عن التصنيف كان النادي الاهلي اتنين دوري ابطال افريقيا ابطال الدوري وقتها كان المسمى البطولة ثلاثة الزمالك كأس الكوس اربعة صفر للزمالك افرو اسيوي كان واحد لوحد بنتكلم في نقاط ساعة ايزا والنقطة هنا ان برضو الزمالك كان من حق انه يعترض ليه الزمالك لو هو منهج البطولات يعترض على كتوقه يقول انا اربع بطولات وابقى السادس وكتوقه بطولتين ويبقى التاني لكن طبعا النادي الزمالك لم يعترض اكيد احنا بنتحدث في فكرة ربما لان كان الموضوع بعيد عنه خلص فكرة ايه دي بقى عشان كده قلتلك النادي الاهلي اولى بالاعتراض فالنادي الزمالك كان شاف ان كده كده انا سادس يعني حتى لو باتكلم على البطولات طب ما هو فيه زي ما قلتلك كانوا يا ويندي اربعة وكونان كارير اربعة فحتى بالبطولات انا كده كده مش حابقى فارق فحنتكلم بقى في مبلابسات اهم انت بتتكلم في ان النادي الاهلي انسحب من البطولات الافريقية على خلفية احداث السوبر اللي تعرض فيه لظلم السوبر الافريقي اللي خسروا النادي الاهلي من نادي الزمالك ببطرس ماتبلا الحكم اللي كان ليه وقع شهيرة جدا فساد وتم مقاضاته بحكم نتيجة الفساد وتلقي رشوة فيما بعد فانت بتتكلم ان النادي الاهلي ظلم النادي الاهلي اللي بتتكلم ان فيه معايير بتتقلوك انها تخدمه هو اللي بيجي اربعة وتسعين وبيظلم في السوبة ونتيجة ده بينسحب اربعة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين من بطولات افريقيا اربع سنين بيغف فيهم مين صاحب العقل الفز اللي يخيل ليه ان نادي الكاف بيجمله هينسحب اربع سنين من البطولة وحيخسر السوبر بظلم فاحداث متلحفة لا الاهلي لما اعلن انسحبه اول سنة الكاف قاله انت بتنسحب سنة ام عقبه سنتين يعني لو فيه مجاملة اساسا انسحب وانا عايزك ترجع البطولة وتمنى ان انت ترجع البطولة لكن ده انا عقبتك سنتين ونادي الزمالك طوك بالبطولة سنة ستة وتسعين نتيجة ان انا كنت منسحب ده برغم ان في حالات فارس انسحبات ونادي الزمالك انسحب امام ايمان النيجيري في تمانية وسبعين انسحب سبب المجرشة الغالة بسبب اعتراضه عراق للترجيح وما فيش تم عقاب اذا الحديث عن فكرة وقت اعتلاق المعايير فاربعة وتسعين هل نادي الزمالك او كان فيه اي شبهة مجاملة للنادي الاهلي ده شيء قلنا ووضحنا انه من فيه نفيا قاطعا ولكن تساؤل اخر اسامة هيجاوبكو عليه ما الزوائن زي بعض الزمالكة بيقولوا المعايير دي لم تظهر في 94 وان ده مجرد افتراض من النماع بالضبط وقاله ونطلق رصاصة الرحمة وان الموضوع ما تمش في 94 الرصاصة حد دلوقتي في برده الرصاصة لا تزال في جايبك ها ايه تاني 94 في جارة الاهرام طبعا البعد طبعا او جميع البرامج اللي الكلمت في قريط نادي قرر راحوا لكاف نيوز وجارة الاهرام اللي نشرته في فبراير 1994 لكن الحقيقة انا انا حابب نذكر رحمة الله عليه الاستاذ خالد العشري صاحب جارة الجمهورية اللي ساعدني شخصيا ان انا اوصل لجارة الجمهورية بتاريخ 5 ديسمبر اللي كان فيها اول اعلان عن فكرة تتويج النادي الاهلي زي ما هراكم شايفين الاهلي اعظم فريق في افراطيا ودي كان بتاريخ 5 ديسمبر وكان بعد يومين بالضبط من حصول النادي الاهلي على بطولة ابطال الكؤوس امام افريقا سبورت بهدف عادل عبد الرحمن وطبعا وصل الخطاب للنادي الاهلي كان وقتها البشماندس عادل القياء هو مدير رعام النادي الاهلي اه هو اللي تلقى الخطاب وكان الحديث عن حصول النادي الاهلي 34 نقطة بس الجريدة دي التاريخ ده كان قبل بالضبط 5 ايام من مباراة الزمالك وكتوكو اشان تيكتوكو كان بيلعب الزمالك في النهائي يوم الجمعة اللي بعد جمعة النادي الاهلي مع افريقا سبورت على طول وتم الاعلان ان النادي الاهلي هو الاحق لان قتوكو لو كان فاز بالبطولة كان وصل لنقطة 33 فقريدي النادي الاهلي 34 فخلاص النادي الاهلي 34 وكتوكو فاز بالبطولة هيبقى 33 خسر وده اللي وقع برقلات ترجيحة امام الزمالك بقى 32 فدي ما يثبت او ما يؤكد ان الموضوع تم فعلا في نهاية 93 وفبراير 94 اللي اكدت عليه جريدة الاهرام والحقيقة بعض الناس ممكن تلجأ لفكرة ان الصحف في جريدة الاهرام او هو كان في عدد الجمعة ان الصحف اللي كتب الكلام ده كتب الكلام ده مجملة الناميل وانتماء ومعندوش معلومة لكن الحقيقة هو نقل الكلام ده من كاف نيوز وتكلم في عدد نقاط مهمة جدا لو احنا رجعناها بسنة 2000 هنعرف ان الموضوع كان بالفعل مدروس وموجود ومعلن عنه من 94 يعني اتكلم عن ان الاندية المصرية حتى زي النادي الاهلي كان 34 وازنادي الزمالك 19 نقطة ثم نادي الاسماعيلي في المركز الـ 14 افريقيا برصيد 12 نقطة والمقاولين العرف في المركز الـ 18 برصيد 11 نقطة حتى غزل المحلة في المركز الـ 41 كان عنده 5 نقاط والاتحاد السكندري في المركز الـ 72 برصيد 3 نقاط والأولمبي السكندري في المركز الـ 113 برصيد نقطة واحدة زي ما حضر لكم شايفين دي الانجازات اللي الاندية المصرية شاركت فيها حتى 93 اللي وصل لدور الثمانية واللي وصل لدور قبل النهائي واللي وصل للنهائي كل الفرق المصرية اللي شاركت قبل اعلان التصنيف اعلانوا التصنيف لما تيجي تبص لنهاية القرن هتلاقي ان الموضوع فعلا متصق مع ذاته خاصة ان لو عرضنا بطولات الزمالك او نقاط الزمالك على عدد نقاط 18 نقطة لان البعض كان بيشاكك وكان بيقول الزمالك ما حصلش على 18 نقطة وحسب البطولات بس يا فارس وانسي يحسبه ان انت شاركت واصيف وشاركت في كأس الاتحاد اللي البعض اطلق عليها بسببت الضمد على البشر هو برضو كسور في التفكير يؤدي الى احكام وغياب حجة كسور في التفكير يؤدي الى احكام يعيشوا عليها بالضبط فده الزمالك وصل 18 ونادي الالي بعد طبعا لغيابه 4 سنين ما حصلش على 6 نقاط فقط لغير مع ال34 نقطة بخروجه تاني المجموعة وبالمناسبة في الفترة دي كان تاني المجموعة مش بيصعد لدورة بنهاية كانوا دايما بياخدوا اول مجموعة واول مجموعة ولعبوا المباراة النهائية لكن بعد كده الكاف عدل الموضوع وبقى الصعود اول وتاني وتلعب دور قبل نهاية في دوري ابطال افريقيا دي كانت اشياء او ارقام بتؤكد ان الفكرة كانت في 94 لكن البعض اتطرق لفكرة منتخب القرن والديل اللي تم بين مصطفى مراد فاهمي وعيسى حياته قالك انت تاخد نادي القرن نادي الاهلي انت رزم وانا رزم بس تسيب لي منتخب القرن الكاميرون عشان عيسى حياته كاميروني رغم ان البعض بيتناسى تماما ان مثلا مباراة نهاية ابطال كقوس 2000 في نهاية القرن بين الزمالك وكانون يا ويندي في وجود عيسى حياته نادي الزمالك بيكسب هنا بمساعدة الحكم العرجون برقل الجزاء وهمية وطرد الحارس كانون يا ويندي واتحولت النتيجة لأربعة واحد ثم لعبنا المباراة النهاية كانت النتيجة 2-0 لو عايز يجامل حد عيسى حياته على انه كاميروني مع كانون يا ويندي كانت رقل الجزاء من اللي احنا بنشوفها في البطولات الافريقية دي كانت النتيجة بقت 3-0 والزمالك خسر البطولة لكن قدر زمالك يطلع باللقب من الكاميرون ففكرة المحباة وخد دي وسبلي دي أو خد رزمة وسبلي رزمة موضوع يعني مقمس سليم أما فكرة بقى ان انت كمان تردد ان انت ما عندكش معلومة وتقول ان منتخب القرن اتخذ بالبطولات في الوقت اللي نادر القرن تحسب فيه في النقاط فاسمح لنا نصحح لك معلوماتك ونقول لك لأ منتخب القرن بالنقاط والكاف حط نقاط مدروسة جدا ودي من موقع الفيفا رسميا بتتكلم عن فكرة ان كان فيه بطولات طبعا اول مبارئة 57-59 ثلاث منتخبات فالطبيعي الكاف قال ان دي بطولة مش هتبقى زي لما تلعبنا 8 منتخبات او زي 12 منتخب او زي 16 منتخب فقال ان البطل هياخد نقطتين والوصيف هياخد نقطة ومن 62-65 قال البطل من 4 فرق ل 6 فرق قال ان البطل 3 نقاط والوصيف 2 والثالث نقطة وفضل التدرك ده 68-90 شارك فيها 8 فرق فبدأ الرابع يدخل بنقطتين ومن 92-94 شارك 12 فريق فبدأ كمان دور التمانيع ياخد نقطة ومن 96-2000 16 فريق بالضبط بقى البطل 5 نقاط وبدأ والثالث واخد نقطة ففيه تم تعديل عدد النقاط طبعا لمدى تدرج الفرق في البطولة فدي لو المعلومة غايبة عنك احنا بنؤكد لك ان دي المعلومة السليمة والامر كان بالنقاط هنا وكان بالنقاط هنا لكن منتخب الكاميرون ليه تفوق على منتخب مصر برغم ان منتخب مصر شارك 1957 والكاميرون مشارك من 1970 لان الحقيقة منتخب الكاميرون جمع عدد نقاط بسبب كاس العالم لان الكاف حط ان الصعود لكاس العالم 5 نقاط ولو تخطيت اي دور بتاخد نقطتين منتخب الكاميرون قدر يسعد 4 مرات فجمع 20 نقطة وفي 90 طبعا وصل لدور التمانية فاخد 4 نقاط اضافية فجمع 24 نقطة اما مشاركات منتخب الكاميرون بفهم افريقيا كانت وصلت ل 21 نقطة ونص فالمجموعة تقريبا وصل ل 45 ونص في حين ان منتخب مصر خد 30 نقطة من مشاركات الافريقية لكن صعد لكاس العالم مرتين ومحققش ينجاز فوصل ل 40 نقطة ده موضوع مهم جدا بالنسبة لمنتخب قرر انه كان بالنقاط والاهم ان مصر ما طلعش التاني ان منتخب نيجيريا هو اللي طلعه التاني ب42 نقطة حبينا نوضح مواضيع ربما ربما تزيل تزيل الملابسات اللي تواجدت فيه عقل الاعلام الزمالكاوي ومؤيدهم حتى بعض الاعلام في الجرائد القومية كمان ولكن المحور التاني